السلام عليكم معاكم ميثني اللي سعيد النهاردة ان شاء الله هنشرح منها الكنكت بلس منها الكنكت بلس و هنكمل مع بعض ان شاء الله يونت ثري اليونت بعنوان IN MY COMMUNITY 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 لما نيجي نقري الولاد الكلمة دي اول حاجة نعملها ان حرف السي هنا هيتنطق س ولا ك حرف السي مجاش مع صحابه مين صحاب حرف السي E I Y في هنا E I Y يبقى يتنطق ك يتنطق ك كلمة طويلة ف هنقسمها ف هنقول COMM ويونت تي عارفين كلمة يونت اللي هي واحدة COMMUNITY COMMUNITY تمام COMMUNITY يعني مجتمع المكان اللي انا عايش فيه تمام الحاجات اللي حوالي IN في MY اي حاجة بتيجي بعد MY تبقى الحاجة دي ايه بتاعتي IN MY COMMUNITY في المجتمع او ايه المكان اللي حواليه دا يونت ثري تعال نشوف اول حاجة ايه هو هنا بيقول لي THIS IS MY SCHOOL THIS IS MY SCHOOL يعني دي مدرستي الولاد لازم يبقوا عارفين ان الح دايما بتتنطق ت ت ت إنما في كلمة SCHOOL بتتنطق ك يبقى الح هنا منطوع ايه ك فانقولها THIS IS MY SCHOOL SCHOOL تمام HERE IS THE CLASSROOM CLASSROOM اللي هو الفصل CLASSROOM الفصل SCHOOL مدرسة HERE IS THE SPORTS HOLE SPORTS HOLE اللي هي الصالة او القاعة الرياضة اللي بيلعبوا فيها الرياضة طيب نعرف الولاد بردو ان ال A لما يجي وراها L تتنطق O فانقول SPORTS HOLE HOLE تمام HERE IS THE PLAYGROUND PLAYGROUND يعني الملعب بص هذه PLAY احنا عارفينها يعني يلعب GROUND تجي هنا تنطق G تمام ليه بردو علشان ما جاش معاها صحابها مين صحابها E I Y لو جي معاها صحابها تتنطق G تمام لما هنا ما جاش فانطقها G يبقى PLAYGROUND PLAYGROUND اللي هو الملعب I like my school I like my school انا بحب الايه ال SCHOOL المدرسة بتاعتي تمام تعال بقى نشوف هنا ايه اللي مطلوب مني في الجزء ده اولا الولاد لازم يبقوا عارفين ان THIS يعني هذا او هذيه بيجي معاها دايما IS يبقى THIS IS حتى بصوا اهي اخيرها THIS اخيرها IS اهي THIS IS فلو لقيت THIS نختار معاها على طول مين IS THIS IS او هذا بيكون ولازم يجي وراها مفرد لازم يجي وراها مفرد مفرد يعني هيسبق بـ ا او ان على حسب الكلمة باديا بـ vowel ولا consonant فانقول ايه THIS IS MY SCHOOL مدرستي او THIS IS A SCHOOL دي مدرسة THIS IS A رولر واحنا متفقين قبل كده الكلمة دي لما نيجي ننتقها نقسمها نصين علشان ما نطلق بطش رو لر رو لر يبقى THIS IS A رولر يعني مصطرة THIS IS MY CLASSROOM حرف سي هنا تنطق ايه ك CLASSROOM تمام ونما نيجي نحفظها بردو تشابت توتو هنقسمها نصين ونقول CLASS روم كلاس فيها دابل اس وروم فيها دابل او طيب يبقى THIS IS لازم يجي معاها مفرد ايه بقى HERE IS HERE IS يعني ها هو او ها هي وهي هي على فكرة بتساوي THIS IS هي هي يعني بتديني نفس المعنى فبدل ما اقولك THIS IS MY SCHOOL دي مدرسة ها هي مدرسة او HERE IS MY CLASSROOM انا ينفع اختصر IS هنا او هنا قال لي اه اعمل ايه قال لي حط apostrophe اس وبدل ما هم كلمتين كده HERE وإز وفيما بينهم space حالزقهم فبعضوا يبقوا كلمة واحدة HERE S HERE S يبقى here is here is here is my brother ها هو اخويا او here is a core ها هي عربيتي تمام يبقى this is او here is الاثنين معناهم هذا او ها هو والاثنين بيدون لنفس المعنى والاثنين بيجي براهم مفرد ولو حبيت اختصر is بدل ما فيه ما بينهم space هخليها كلمة واحدة واشيل ال i وحط مكانها apostrophe تمام نيجي للجزء التاني هو هنا بيقول لي what's in my classroom او what is in my classroom ايه اللي موجود في الفصل بتاعي تعالى نشوف ايه اللي موجود في الفصل white board احنا اتفقنا قبل كده ان ال w لما يجي وراها h ال h بتبقى silent ال h بتبقى silent بس فيه استثناءات زي هو اخوتها بس لما يجي وحقول لكم عليهم خلينا دلوقتي ان ال w لما يجي وراها h ال h بتبقى silent فانطقها كده white white مش white غلط white انا عندي هنا long i بص الماجك اي رحيت عند ال i وخليتها long او long i موجودة فخليت لي فيه في الاخر magic e ال i السحرية احنا اتفقنا مع بعض ان هي ايه سحرية ليه ليه ماجك ايه بنسميها ماجك ايه ليه عشان بشوفها بس ما بسمعهاش بقول whitey لا بقول white white تمام ال i هنا جاي long يعني ايه الحرف يجي long طويل يعني انطقه باسمه مش بصوته اسم الحرف ده ايه i تمام يبقى انطقه i فقول white 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 board white board الاولى ما يجي وراها ايه بتخليها دايما تتنطق long تنطق o فقولها white board white board اللي هي الصبورة البيضة للميس او الميستر بيكتب عليها table 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 اللي هي الترابيزة table chair معادة كلمة عدت علينا ها ايه هي لسه ايلانها من شوية اتنطقت فيها ايه ك انما هنا منطوقة تش فقول chair الايه لما يجي معها ايه بتديني long ايه فقولها تش ايه chair تمام pencil pencil بص ادي حرف السي و ادي حرف السي السي هنا جاء مع حد من صحابه اللي هو اي اي واي ادي الاي انما السي هنا مجاش مع حد من صحابها جاءت حرف الايه فهنا هتتنطق pencil انما هنا case وكيس السي تنطقت ك والايه هنا جاء long عشان عندي ماجيك ايه فتبقى pencil case اللي هي المقلمة تمام pencil وده القلم الرصاص pen وده القلم الجاف eraser 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 وده الجومة eraser eraser وتيجي بمعنى rubber برضو بس هنا جايه بمعنى eraser وده american وده british مش فارقة sharpener شاربنر الش دايما بتتنطق ش فقلنا ايه ش ش ش ش ش شار وده برضو شابت حنقسمها لثلاتة شار و pen و er شاربنر 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 يعني براية شاربنر براية وصعب بتتقال pencil sharpener براية لما يعني نقراهم تاني ايه اللي موجود في الكلاسروم ايه اللي موجود في الفصل البتاعي موجود whiteboard table chair pencil case pencil pen eraser sharpener whiteboard table chair pencil case pencil pen eraser sharpener تمام ويجي هنا ويسألني بيقول لي what's this what is this بص لما اسأل what is this يعني ما هذا what is this يعني ما هذا وإحنا اتفقنا دايما ان ال w لما يجي وراها h ال h بتبقى silent معادة فوق واتها هنا بقولها what teachers الجداد اللي بيقولها وها دي كده غلط ال h هنا silent what 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 is this وال t h هنا دايما بتتنطق يا اما the يا اما the ولازم نطلع لسنة تحت السنان اللي فوق فقول what is this this ماشي what's this يعني ما هذا علموا الولاد دايما ان لو لقيت this في السؤال بتتحول في الإجابة ل it this في السؤال بتتحول في الإجابة ل it دايما تمام فلما اجي اجاوب السؤال ده اقول ايه بصوا what is this احذف what لاني مش معقول حسألك ماذا هترد عليها تقول لي ماذا لا طبعا فكلمة السؤال لازم تتشال what واشيل this وحط مكانها it وبعدين قال لي اعمل cross يبقى بدل this انزل it وبعدين is يبقى it is اعملت الكراس بتاعي it is وحط a او an على حسب الكلمة المفرد اللي جاي هنا فيه هنا جاي noun اسمه مفرد لو اول حرفة فيه consonant حرفة من الحروف ال consonants ايه هما الحروف ال consonants قال لي حروف الانجليش متقسمة الحكتين consonant و vowels ال vowels اللي هما الخامسة بتوعي a e i o u دول 5 vowels بتوعي اي حرف غير الخامسة دول يبقى consonant حرف ساكن اللي احنا بنولاي مساكن ومتحركين يعني يبقى عندي حروف الانجليش متقسمة 5 vowels خمس حروف vowels والبقين كلهم ايه consonants لو جاني هنا اسم بادئ بحرفة من الحروف ال vowels دول ال a e i o u اللي هاخد معا an 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 طب لو بدء بconsonant اي حرفة تاني ساكن اللي هاخد معا a تعال نشوف ازاي بيقولي what is this what is this يعني ما هذا او هذه تعال نجاوب ها نحزف what ونعمل cross بدل this احط it ونزل is شوف الصورة اللي قدامك ما هذا لقيتها table فاقوله it is a table ليه ياميس اخدنا a لان هنا table بادية بال t الت من الفاولز لا يبقى حاخد معاها a انما لو كان من الفاولز اللي يبقى حاخد معاها an طيب what is this يعني ما هذا بحزف what بعمل cross بدل this حطيت it ونزلت is بصيت في الصورة لقيتها eraser 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 بادية بال e حرف ال e ده من الفاولز ايوة من الفاولز يبقى ناخد معاها an يبقى لو جاني كونسوننت هاخد معاها a الكلمة بادية بال هاخد معاها an كلام ده امتى قال لي لما يبقى مفرد يعني بسأل ب what is this هقولك it is ويجي معاها مفرد المفرد بس هو اللي بيتحط بيصبق ب a او ب an تمام؟ يبقى this دايما بيتحول في الإجابة it لما يقولي what's this احذف what واعمل الكراس بتاعي و this تبقى it ونزل ال is اشوف في الصورة اللي قدامي كلمة بادية بالفاول ولا بكونسوننت بادية بالكونسوننت هحط معاها a بادية بالفاول هحط معاها an تمام كده؟ يبقى what is this يعني ما هذا what's this يعني ما هذا وهقول it a او an واجب طيب ايه اللي موجود دلوقتي؟ أعطيني بعض ال verbs الأفعال بصوا lesson 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 هنا t silent t silent فبنطقها كده lesson لما نيجي نحفظها للولاد فكروه من lesson أخرها ten lesson بس ما بنطقهاش حرف t هنا مش منطوق silent lesson 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 يعني يسمع بص lesson يعني يسمع look 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 ودي معناها ينظر ودايما بيجي مع حرف الجر at بالنسبة لكم يعني بيجي مع حرف الجر at look at يعني ينظر إلى read يقرى read يقرى تمام؟ وعندي هنا long e read 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 write 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 الw هنا silent وبنطق من أول الر write 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 وwrite يعني يكتب تمام؟ sleep 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 يعني ينام وهنا برضو فيه long e sleep sing sing يغني play play يلعب eat eat يأكل drop litter drop litter drop litter drop يعني يرمي أو يوقع litter وهنا معناها الزبالة litter وهو جايبها لي كمان هنا في اليونت بمعنى trash trash litter أو trash اللي اتنين معناهم الزبالة أو القمامة هنقرهم تاني lesson look read write sleep 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 sing play play eat drop litter drop litter تمام؟ الأفعال دي لازم نحفظها كتابة فنقول lesson في هاته silent look يبص read يقرأ write في هاته W silent وبتتنطق write يعني يكتب sleep ينام sing يغني play يلعب eat يأكل drop letter يعني يرمي قمامة أو زبالة تمام؟ وهنا أعطيني لسكول rules كلمة rule بصوا فيها long you rule you rules دي plural s s الجمع rules قواعد إيه هي قواعد بتاعتنا؟ أول حاجة قال ليه lesson t silent lesson وبتيجي مع حرفة جارة two lesson to يعني استمع إلى your teacher teacher اسمع المدرس بتاعك don't يعني لا eat تأكل in the classroom في الفصل look at يعني ينظر إلى the white board wide board انظر للwhite board بص على الصبورة يعني تعال نشوف إيه مطلوب مني هنا هو هنا بيعلمني imperative الأمر أو order الأمر إزاي أعمل جملة أمر إزاي يقولك أعمل كذا أو ما تعملش كذا في الإنجلش عشان أكتب جملة الجملة عندنا لها ترتيب الجملة دايما بتبتدي بفاعل وبعدين فعل وبعدين الحاجة اللي بتتعمل يعني subject بتاعي فمثلا أقولك I play مثلا football I play football أنا بلعب قرة قدم الجملة بدية بI وبعدين play بلعب إنما لما أعمل order كلمة أمر أبتدي الجملة بتاعتي بverb لازم أبتدي الجملة بتاعتي بverb إزاي يا ميسة أبتدي الجملة بverb قال لي ما هو كده جملة الأمر لما أحب أعملها أبتدي أول حاجة فيها verb ولازم الverb يجي infinitive مصدر يعني بدون أي إضافات ما زودش عليه أي حاجة تمام فأقولك lesson اسمع to إلى the teacher follow follow تتبع أو اعمل the school rules تتبع قواعد المدرسة ماشي stand up مش المس أو ما بتدخل الكلاس بتقول stand up stand جملة بدية بverb يبقى جملة أمر جملة بدية بverb يبقى جملة أمر stand up أقف sit down sit down أقض هنا بصوا lesson اسمع to your teacher look at انظر إلى the white board يبقى لما تبتدي جملة بverb اعرف إن دي جملة أمر ولازم تختار الverb infinitive المصدر اللي بدون أي إضافات لو جاء verb في أول الكلام نختار المصدر فلو جاء لك في الامتحام مثلاً فتح أقواس وقال لي lesson ولا lessons ولا listening وبعدين to the teacher بما أن أول كلمة جاءت verb يبقى اختار الverb infinitive المصدر اللي بدون أي إضافات تمام؟ طب افرد أنا عايزة أقمر حد ما يعملش حاجة ما هو الأمر نوعين يا مصبت يا منفي لو هقولك اعمل هحط الverb في infinitive في المصدر وحبتدي بيت كلام طب عايزة أقولك ما تعملش قال لي ساعتها ابتدي الجملة بdon't ابتدي الجملة بdon't وdon't معناها لا don't معناها لا وهيجي برضو وراها الverb infinitive مصدر يعني بدون أي إضافات فأقولك don't eat يعني لا تأكل in the classroom don't drop لا ترمي litter at school ما ترميش الزبالة في المدرسة أو في أي حتة don't run يعني لا تجري in the school في المدرسة تمام؟ يبقى أنا حعمل جملة أمر order حطب منك إنك تحط لي verb في أول الجملة ولازم يكون infinitive مصدر يعني بدون أي إضافات هقولك ما تعملش يبقى أحط أول الجملة don't وبعدين المصدر فأقولك don't eat don't drop don't run تمام؟ وده الأمر أمر مثبت يبقى هحط الverb في أول الكلام مصدر أمر من فيه حسبقوا بdon't وبعدين برضو مصدر يعني لا تفعل كذا خلاص كده طيب نكمل الجزء ده هو هنا أعطيني الفاعل أو السبجكت بتاعي I أو we I أو we بعد كده هنشوف إحنا بنعمل إيه حد قال لي I like my school أنا بحب my school المدرسة بتاعتي this is my classroom ده الفاصلة بتاعي I listen to my teacher أنا بستمع للمعلم بتاعي we نحن look at pictures بصوا الكلمة دي نقرأها صحة بقى عشان الجيل كله بيقرأها غلط bec السي هنا منطوقة k التي مع اليو بتتنطق t t زي c h يعني التي يو بتساوي c h بتتنطق t t فأقولها becter becter بكتر بكتر مش بيكتر غلط بكتر بكتر تمام look at بكترز 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 يعني الصور بكترز 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 الصور we look at بكترز بنتفرج على البكترز الصور we read بنقرأ وهنا دي بلورالس اس الجامع يبقى بكترز 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 تمام we read بنقرأ we sing بنغني we play games برضو بلورالس استجام we play games بنلعب games in the playground في الملعب I eat lunch I eat lunch I eat lunch أنا بتغدأ أو باكل الغداء with CH نطق تشرف I eat lunch with with TH نطق the with my friends بلورالس أنا بتناول أو باكل الغداء with مع my friends أصحابي my friends أصحابي يبقى I like I play I listen we look we read we sing تمام نكمل نكمل بصوا هنا هنا أعطيني إيه مش إحنا قلنا اليونت بعنوان my community أعطيني أماكن تمام أعطيني الأماكن إيه هي الأماكن اللي موجودة هنا عندي إيه ده house بيت bark حديقة عامة market 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 محل school 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 مدرسة bakery 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 مخبز ودي hospital مستشفى بصوا putchers 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 يعني جزار أحط لها أباسترفي S ملكية بقي putchers محل الجزار putchers 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 تمام دي الأماكن اللي رواطي هولي اهي bakery butchers market house دي ايه دي؟ دي الملاهي playground الملعب وهنا كمان school أو bark جنينة و school بيلعب في البارك ودي ال school نقرام تاني bakery bakery انا عايز اجبكم لكم مكتوبين تعالوا نقرام من هنا we buy fruit احنا buy معناها يشتري buy معناها يشتري fruit فكهة at the market من السوق market أو من المحل تمام تمام we buy meat احنا بنشتري meat لحبة منين at من عند the putchers putchers اللي هو الايه جذر putchers we buy bread احنا بنشتري bread عيش bread bread عيش at the bakery at the bakery من عند الخباز تمام تمام يبقى we احنا buy بنشتري fruit او meat او bread لو قلنا fruit هيبقى at the market طب لو قلنا meat يبقى at the butchers ولو قلنا bread يبقى at the bakery من عند الخباز تعالوا ناخد جزء grammar بتاعنا هو هنا بيقول لي i او we انا او نحنو وحنحط وراها verb infinitive هو يعطيني كلمة buy يشتري الفرب buy يشتري او play يلعب وبعدين انا بشتري حاجة at من عند او من في the والمكان at the والمكان تعالوا ناخد الجمل بتاعتنا i buy انا بشتري بشتري ايه fruit 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 يعني فكهة at من عند the market المحل او السوق we buy meat لحمة at the butchers butchers اللي هو اللي ايه الجزار i buy انا بشتري bread bread عيش منين قال لي add the bakery من الخباز we play احنا بنلعب فين قال لي add the bark add the bark في الايه في الجنينة او الحديقة تمام يبقى حد بيعمل حاجة at the the مكان في المكان ده تمام يجي لي بقى سؤال ويقول لي what do you do at المكان ده ماذا do you انت do تفعل at في the المكان what do you do at ماذا انت تفعل في المكان ده لما اجي اجاوب هقول له you هتتحول وتبقى i شو بيقول لك ماذا انت تفعل هقول له انا بعمل i بيقول لي what do you do at the bark ماذا تفعل في البارك في الحديقة العامة هقول له i ride my bike i و ride infinitive مصدر my bike العجلة بتاعتي what do you do at the market بتعمل ايه في الماركت هقول له you بتبقى i i buy انا بشتري fruit ما هو بيقول لي ماذا تفعل انا هشي كلمة تفعل do di وحط الحاجة اللي انا بعملها فقول له i buy fruit بشتري فكهة هنا قلت له i ride my bike بركبة عجلة what do you do at the putchers بتعمل ايه عند الجزار قلت لك i buy انا بشتري meat لحمة what do you do at the bakery بتعمل ايه عند الخباز قلت لك i buy bread i buy bread بشتري ايه عيش تمام يبقى لما يسألني سؤاله ويقولي what وحنا اتفقنا من w لما يجب وراها h بتبقى silent what do you do ماذا تفعل add the والمكان هقول i i انا لان you انت هتتحول في الإجابة وتبقى i انا وحط الحاجة اللي انا بعملها infinitive مصدر i ride i buy i play شوف انت بتعمل ايه تمام طيب نحب البورك we play on the swings ادي كلمة swing 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 اللي هي المرجيحة ماشي ودي plural s اس جمع يبقى swing المرجيحة swing المرجيحة طب و slide اللي هي الزحليقة دي اللي بيتزحلقوا عليها هاي slide 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 swing swing بصوا لو شنا ال s بقت wing جناح حطينا ال s swing يعني مرجيحة slide 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 فيها long eye فيها magic e slide slide يعني اللي بيتزحلقوا عليها هاي الزحليقة دي تمام ادي swing swing slide slide الزحليقة دي round about round about البتاع اللي بيعودوا فيها ويلفوا هاي دي اللي مرسومة في الصورة round about round about climbing بصوا بقى يقول لي ال m لما يجوا وراها b في اخر الكلمة المفوض دي كلمة climb climb يبقى pass silent بس تكون be for book مش be for bin تبقى climb 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 تمام السيت نطقة k و دي climb climb يعني يتزحلق frame frame اللي هو الحاجز ده بيبقوا فيه حاطين ساعات في الحديقة حاجات كده تمسك فيها بأديك وتتسلق على حد ما توصل للنحية التانية اسمها climbing frame climbing frame frame فيها long a ففيها magic e climbing frame will pass silent تمام climbing frame climbing frame يبقى بصوا عندنا ايه؟ عندي swing slide round about climbing frame climbing frame climbing frame الأربع لعب دول فهنا بيقول لي ايه؟ I play on the climbing frame أنا بلعب on the climbing frame هي دي I play on the slide أنا بلعب على الزوحلقة دي I play on the swing أنا بلعب على المرجحة دي I play on the round about أنا بلعب على اللعبة دي round about اللي هي بتلف كده تمام؟ what do you do at the bork ماذا تفعل في البورك؟ ماذا تفعل في البورك؟ نختار بقى الحاجة اللي انت بتعملها I ride my bike أنا بركب العجلة I play with my jump rope بنط الحبل jump rope اللي هو بنط الحبل I throw a ball I throw a ball بحدف كورة throw ال-th هنا منطوقة th th وهنا row يبقى throw throw يحدف بس بيده throw يحدف بس بيده a ball كورة لأنه يحدف برجله أو يشوت برجله kick إنما هنا throw يبقى لما حد يقولي what do you do at إن كان أقوله I وبعمل الحاجة infinitive مصدر I play play on the slide I play on the slide بلعب على البتاع اللي بتزحلقوا عليها دي خلاص I ride my bike I play with my jump rope j حرف j بيتنطق j دايما ودائما بيتنطق j j يعني حطت d قبل الج فتبقى j j j تمام مش j غلط ما ينفعش أقول دي j jump لا j jump 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 تمام jump يعني يقفز أو ينط وكلمة rope 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 يعني حبل وجاي فيها long o ففيها magic e rope فهقول jump rope اللي هو نط الحبل jump rope تمام أو الحبل اللي بينط بيه اللي هو في ايده ده ماشي كامل الفونيكس بقى جزء الفونيكس بتاعي هو عطيني long o long o حرف الاولى لما يجي long انطقه o امتة؟ قالي لما يجي مع ال w ساعات لما بيجي مع ال w انطقه o زي كلمة through yellow تمام؟ yellow 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 through 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 طب ايه كمان؟ قالي لما يجي مع ال o ال o لما يجي معها ايه؟ بنطقها ال o لما يجي معها ايه؟ بنطقها o زي boat واخدناها في كلمة كمان النهاردة board board ماشي؟ و ايه كمان؟ قالي coat coat boat board اللي هي white board امتة كمان ال o تبقى long قالي لما تيجي معها magic e زي كلمة robe اهي في magic e هنا رحت عند ال o خليتها long robe 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 يعني حبل robe حبل تمام؟ nose 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 ومعناها انث يبقى اللي حرف ال o بيجي long لما يجي او مع ايه زي boat coat لما يجي او مع ال w ذي throw او yellow 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 اصفر او لما يجي او مع magic e زي robe او nose robe او nose تمام؟ نجي هنا i play football with my friends i play football انا بلعب فطبول انا بلعب فطبول مع my friends we play in the bork we play in the bork بنلعب في البورك we listen التى silent تقولنا two نستمع الى our coach بصوا او مع ايه تنطقت او coach والch بتتنطقت يبقى coach حرف السي تنطقت كا وقادي اللونج او وقادي السي ايه تنطقت كا ال او مع ال ايه تنطقت لونج او فقلنا كا وقادي تش coach we listen احنا بنستمع two الى our coach المدرب بتاعنا we share فيها long a magic e we share بنطقت ايه تشارك the bowl الكورة we shake hands shake hands ال ايه ال ايه ال ايه رحت عندي ال ايه وخليتها long shake shake hands hands we shake hands يعني بن ايه بنطصافح تمام يبقى lesson two our coach shake hands بنطصافح play with بنلعب معه share بالنتشارك نكمل what do you like to do at the park قول بقى اي حاجة ابنت بتحب تعملها في البارك i play on the swings through i throw a bull i ride a bike i play jump rope بنط الحبل اللي عجبك تمام this is a picture chart وعطيني هنا chart it shows what children like to do at the park بيوريني الولاد بيحبوا يعملوا ايه في البارك تمام بيقولي how many children like to كام عدد الولاد اول ما اشوف كلمة how many how many يعني كام عدد ولازم يجي وراها plural لازم يجي وراها كلمة جامعة هو بيسأل عن ايه how many children اطفال مش هينفع يقولي كام عدد الطفل مش هينفع او كام عدد الكتاب لازم كام عدد children اطفال كام عدد الكتب books فاقولي لما اجي جاو بالسؤال ده اخد الكلمة اللي هو بيسأل عليها دي children اقوله حط العدد قبله number فاقولك مثلا 5 children 6 children 5 books 7 books تمام ايه 6 children play on the swing 5 children ride a bike 3 children throw a ball او 2 children بصوا هنا عطيني مفرد children نركز بقى دي children children المفرد نات child 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 تمام child طفل ودي من irregular plural من الجامع plural الاستثناءات الشاذة بتاعتنا child children child children تمام one child plays jump rope طفل واحد بيلعب jump rope تمام يبقى children جامع child مفرد نيجي الجزء ده بيقولي in the UK UK اختصار United Kingdom اللي هي المملكة المتحدة بريطانيا يعني some children بعض الاطفال have عندهم lessons lessons دروس حصص يعني outside خارج بالخارج at a forest school forest يعني غابة forest غابة school ماشي مدرسة 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 الغابة يعني بتعلموا في الغابة مش بيدرسوا جوه الفصل بيدرسوا في الغابة forest school in Australia بلد اسمه Australia some children بعض الاطفال have lessons at home بيدرسوا في البيت مش بيروحوا المدرسة بيتعلموا من البيت they don't live near a school عشان هما مش سكنين جنب مدرسة يعني ممكن يكون الحتة اللي سكنين فيها مفاش school فبالتالي بيدرسوا من البيت عن طريق الكمبيوتر طبعا انترنت طيب in bangladesh bangladesh دي بلد برضو some children have lessons on boat يعني هما فيه ولاد كتيرة بيسكنوا في قوارب فممكن الفصل يبقى جوه القارب listens بيدرسوا on boat في قوارب تمام يبقى فيه ناس have lessons بتدرس on boat في قارب or outside بالخارج في اي مكان زي في الفورست زي ما قلنا or at home بيدرس من البيت انما ان ايجبت بنروح المدرسة we have lessons at school في المدرسة ده جزء بتاع الاكتيفتي بيقول لي cut two cubes cube اللي هو المكعب out of paper من الورق stick them لزقهم to form two dice dice اللي هو الزهر اللي احنا بنلعب به الزهر او النرد dice dice تمام وبعدين بيقول لي ايه rule the dice rule يعني ضحرج احدفه احدف الزهر play the game العب اللعبها تمام هنا بيقول لي ايه i ride i ride i ride ride ايه حركب ايه ride ايه my bike i play play ها هلعب ايه on the slide على اللي بتالي بتزحلقوا عليها i threw i threw بحدف ايه a ball a ball هنا ايه pen ruler eraser pencil و هنا بيقول لي we buy meat 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 يعني ايه لحمة وباي يشتري يبقى add the ايه butchers we buy fruit fruit يعني فكهة وباي يشتري add the ايه market we buy bread add the ايه الولاد لازم يبقوا فاهمين الحتة دي كويس بنشتري ايه منين ويعرفوا يعملوا جمل لوحديهم ده ال review بتاعنا تعالوا نقرى الجزء ده non-fiction reader بيقول لي your house or apartment house منزل اللي هو بيت دور او اتنين apartment ودي شقة شقة في عمارة apartment is your home سواء بقى كنت ساكن في house ومنزل او شقة apartment دي your home بيتك homes are different البيوت مختلفة different 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 all around the world 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 يعني حول العالم Egypt has some very new houses مصر Egypt 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 has عندها some very new houses بيوت نيو جديدة and some very old houses يبقى أنا عندي نيو جديد و old قديم old houses بيوت قديمة يبقى فيه new houses و old houses in the UK في United Kingdom او في بريطانيا some people live in traced house traced houses traced houses traced houses يعني البيوت اللي جابه بعضها كده في صف واحد ماشي tourist houses tourist houses tourist houses بيوت اللي هي الصفوف جنب بعضها دي وفيه ناس بتعيش في cottage cottage اللي هو الكوخ وطبعا ال cottage اللي هنا بيقول لي cottage is old قدين this is a new house ده بيت جديد it is big كبير new this is an apartment طبعا هي بديا بذول فحطينا معاها an عشان هي مفرد apartment apartment يعني شقة building في مبنى دي مباني building building اللي هنا silent sorry building اللي مش silent لا building building ودي معناها مباني it's new new يعني جديدة lots of people lots of كثيرا من of والأث الأولى مني معها أث واحدة بتبنطأ ف بتبنطأ the lots of of lots of people 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 كتير من الناس have عندهم homes بيوت in here في الايه في المكان ده طبعا بما انه building building مبنى فأكيد فيه apartments كتيرة شقة اياما شان كده بيقولك lots of people lots of people ناس كتيرة have homes ليهم بيوت in here هنا تمام some homes are unusual 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 الاسم عليه هنا تنطأ j usual usual unusual 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 يعني على غير المعتاد غريبة شوية ازاي فيه بيوت غريبة شوية ازاي this is a house boat house boat فيه ناس بتبقى بانية بيت على قارب عايشين في البحر house boat in san francisco san francisco دي بلد مدينة يعني في اليو اس اي في امريكا it is on the water او on water البيت ده بيبقى في المية عيم على المية تمام يبقى عندي اول حاجة house boat the unusual بيت غريب الناس سكن على المية عايشة في قارب this is a turf house turf house يعني بيت محتوطة على السقف بتاعه اش ومعمول كده بشكل مسلس turf house in iceland في مدينة اسمها بلد اسمها iceland iceland is cold iceland ابن البلاد اللي هي الجو فيها سائع بارد the house is worm انما البيت بيبقى من جوه worm دافئ يبقى هو هنا الداني cold وعكسها worm دافئ this house is in spain spain اللي هي بلد اسمها اسبانيا it is in a cave cave يعني كهف مبني جوه كهف محفور جوه كهف تمام وبيتقال cave cave يبقى عندي house boat عندي turf house وعندي بيت مبني in a cave في كهف والبيوت دي الهوم دي unusual unusual غريبة طيب egypt has old and new houses a cottage is old a floating home float float الاولى ما ييجي وراها ايت فانان هي بتتنطق long فقولها float floating home يعني بيت عيم float طايف is on the water a water على المية a turf house turf house is worm دافي the cave house is in spain البيوت اللي هي بعمولة في الكهوف موجودة في spain تمام يبقى عندي unusual house boat turf cold worm cave احنا بكده نكون خلصنا unit 3 اتمنى ان اكون قدر تقفيتكم وساعدتكم اعمل لايك للفيديو شاير الفيديو خلي كل الناس تستفيد معاك لو الفيديو عجبك اعمل لايك وشاير طبعا زي ما قلتلك اعمل فعل الجرس عشان كل الفيديوز الجديدة تنزلك كان معاكم مسنلي سعيد السلام عليكم ورحمة الله